اشتركوا في القناة خالصت لان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تتمكن من الصفر والمشاركة في الشانة بسبب ظروف خارج عن ارادتها تماما وعلى هذا النحو لا تفرض اي عقوبة من اي نوع على الجامعة الملكية المغربية بالمقابل وبعد فحص شامل لجميع العناصر والادلة المتاحة تضيف اللجنة اعتبرت هيئة المحلفين التأديبية انه لا ينبغي تحميل المسئولية بالنيابة عن الاتحاد الجزائري لكرة القدمة وانه لا يمكن معاقبته بسبب الخطاب الذي ادل به حافيدا من ضل في الشانة ومع ذلك اصدرت لجنة التحكيم التأديبية كافا تحذيرا رسميا لجميع الاتحادات الوطنية بما فيها الجزائرية ان احكام المسئولية بالانابة والمسئولية الصارمة قد يتم تطبيقها في المستقبل بعد اي بيان سياسي او بيان اخر صادر عن طرف ثالث خلال مصابقة او حدث كاف رسميا هذا وفي ذات الصياق كشفت منابر اعلامية جزائرية صباح اليوم ان الاتحاد الجزائري لكرة القدمة اعتارض على قرار الكاف ووجه رسالة احتجاج للاتحاد الافريقي لكرة القدمة مطالبا بمعاقبة المنتخبة المغربية بسبب انسحابه من الشانة هذا ويذكر ان قرار الاتحاد الافريقي سقط كقطع الثلج على الاتحاد الجزائري الذي قام بكل طرق لمعاقبة الاتحاد المغربية لكرة القدمة لكن هيهاتا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء